أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء العديد من التجمعات السكنية الزراعية في المناطق الصحراوية ودعوة أبنائها للإقامة والتوطين بأرض سيناء داخل هذه التجمعات التنموية المتكاملة المتكاملة المرافق والخدمات وأعلن المحافظ أثناء تفاقده للتجمعات التنموية في وسط سيناء أنه قد تم الانتهاء منها وإنشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة بها العديد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى شهدتها محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة ما يؤكد اهتمام الدولة الكبير بتطوير وسط وشمال سيناء بعد عقود وسنوات طويلة التجمع السكني أن سيلا واحد أحد المشروعات التنموية السكنية الحقيقية التي تشهدها سيناء في منطقة نيخل التابع لوسط سيناء وسط أقبال كبير من الأهالي على حجز وحدات المشروع تم إنشاء 17 تجمع بدوي كل 7 تجمعات في محافظة جنوب سيناء و10 تجمعات في محافظة شمال سيناء هذه التجمعات عبارة عن أراضي زراعية ومنازل أي أعلننا عن افتتاح مرحلة الإعلان الأول لأنه فيه مرحلة تانية إن شاء الله بعد 6 شهور تقريبا بالنسبة للعمار اللي احنا فيه عمار بش عايز من الوادي يلزمنا ناس من الوادي الأرض أرض خصبة وأرض صالحة للزراعة أرض بكر أنت لما تنظر لأي عود مزلوعة فيها يعني أنا وديت للسيد المحافظة الزبان سنة حوالي 95 حاجة زي كذا وديت له بحبة جمحة صغيرة فيها 26 سبلة وهنا تجمع زراعي جديد تابع لمنطقة النسيلة ينتج ألوانا مختلفة من المنتجات الزراعية التي تستهدف تنمية المنطقة وزراعتها والاستفادة منها تجاريا هذه التجمعات بتختلف مساحة الأراضي اللي فيها والبيوت اللي فيها إنما التجمع اللي احنا بنسجل منه دلوقتي هو تجمع النسيلة واحد وده إجمال البيوت اللي موجودة فيه 105 بيت وكل بيت فيه فرض مستفيد لخمس فددين موجودين احنا هذا التجمع زي بقول حضرتك فيه 105 بيت حيتضاعف إن شاء الله بعد 6 شهور وحيتم إنشاء وشغالين دلوقتي في إنشاء العدد اللي يكمل بحيث يبقى موجود عندنا هنا 200 بيت في هذا التجمع وكل بيت برضو خمس فددين احنا في التجمع هنا تجمع النسيلة واحد ونسيلة اتنين ده المستهدف زراعة حوالي 1100 فدان في المواطئة دي التمييز المواطئة دي إنها تعمل فيها مركز خدمات يمكن خلص منه حوالي 80% والافتتاح تعمل في 25-24 اللي جاي في احتفالة سينة احنا موجودين دلوقتي في إحدى مزارع مشروعات التنمية المتكملة اللي بيقوم بها الجهاز المشروعات دي عبارة عن 13 مزرعة نموذجية بحوالي 476 فدان بنقدمها نموذج لما سيتم إن شاء الله في التجمعات التنموية اللي افتتاح سيادة الريس اللي اطلق شهرتها اللي هي بتطرح دلوقتي وكنا في زيارتها في نموذج منها من نسيلة التطهير ثم التطوير هذه العقيدة التي تخذتها الدولة المصرية لتعيش مصر في غربها وشرقها وجنوبها وشمالها حياة كريمة ولتشرق شمس مصر الجديدة من هنا من شمال سيناء أحمد الحسيني التلفزيون المصري